السلام عليكم عقد اليوم الثلاثاء السادس عشر من آذار اجتماع مجلس الوزراء بالجلسة الاعتهادية قدم السيد رئيس مجلس الوزراء بضعة ملاحظات طرحها على الساد الوزراء أولها تحدث عن ذكرى فاجعة حلبشة وأبدأ تضامنا مع الشعب الكردي في هذه المناسبة الأليمة الرئيس كان شاهدا على هذه المأساة هي ومأساة الأنفال في أيامها هذا وجع عراقي خالص تعرض له العراقيون جميعا في الحقيقة واحدة منها مأساة حلبشة وكذلك الأنفال وعرج السيد رئيس مجلس الوزراء على مأساة الانتفاضة والمقابر الجماعية وكذلك الأهوار وما حدث من مآسي في الأنبار أيضا عرج على ذلك كله وأوصى وطالب بأن يتحول مثل هذا الحدث والمآسي العراقية جميعا من كونها مآسي تستذكر إلى فرص بناء وإلى دروس نعتبر بها وللصراحة أن شخصيا معني بهذا الجانب من مسائل المآسي والإبادات التي تعرضت لها شعوبنا العربية جميعا والعراقي على وجه الخصوص وذات يوم جربت أن أضع كلمة الإبادة في الجوجل فلم تظهر لي كتب كثيرة في العربية عن هذا الموضوع الأساسي مما ينبئ أننا شعوب والثقافة تمارس الإبادات دون أن تدرسها الكتب قليلة جدا تأليفا وترجمة في هذا الموضوع وهناك دعوة للباحثين والمثقفين والجامعات في أن تعنى بهذا الموضوع وخاصة في الإبادات والمآسي التي حدثت في بلدنا هذا موضوع الموضوع الآخر الذي قيل في الديباجة تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء عن التحديات التي تواجهها الحكومة والناس في الحقيقة وأولها عرج على أهمية استمرار زخم العمل والسفر إلى محافظة الذقار أوصى الوزراء مرة أخرى الوزراء شرعوا بالسفر إلى محافظة الذقار وممارسة أعمالهم وكان هناك تأكيد على هذا الموضوع ثم كان هناك تأكيد على موضوع التحديات التي تواجهها وزارة الكهرباء فيما يتعلق بأعمالها هناك جماعات هي عصابات في الحقيقة تحاول أن تعرقل أعمال وزارة الكهرباء آخرها فراجدية محاولة تفجير الأبراج أبراج الكهرباء هذه الأعمال لن تستطيع أن توقف الجهد الحكومي في إنتاج الكهرباء وفي العمل على هذا الملف لأنه ملف أمن وطني بامتياز كذلك هناك محاولات لعرقلة عمل المحافظات ويجب أن نكون صريحين بهذا الموضوع حق التظاهر مكفول دستوريا لكن استعمال هذا الحق لعرقلة أعمال المحافظات أمر مرفوض يجري فيه وتحت مظلته وتحت مظلة قضايا مطلبية الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعلى القوى الأمنية مثل هذه الأعمال غير مقبولة وتواجهها الحكومة بصبر وأنات وتحاول أن تحلها لكن لا يجب أن تكون مظلة يحتمي بها بعضهم للاعتداء على ممتلكات المواطنين كان هناك موضوع استثير أيضا عن المفوضية المفوضية المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بمتابعة تسجيل الموظفين والمواطنين هذه دعوة عامة للمواطنين جميعا في أن يحدثوا معلوماتهم في البطاقة البايومترية هذه عتبة أساسية ومهمة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة والحكومة حريصة على هذا الموضوع لذلك كانت هناك متابعة من السيد رئيس مجلسة الوزراء للوزارات في مستوى ما أنجزوا حتى الآن من التعاون مع المفوضية ومن تسجيل موظفيهم في هذه البطاقة ستكون هناك إجراءها صارمة بهذا الموضوع لإنجازه كان الحديث صارما في الحقيقة في هذا الموضوع في مسائل الصحة السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة كلاهما أكد مرة أخرى على أن قصة كورونا ستطول ربما لكن علينا أن نتحلى بالصبر وباتباع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الخطر ما زال ماثلا وتهديده ليس فقط لحيوات الناس بل لاقتصادهم وأمنهم الغذاء ومعيشتهم ومواردهم هذه تحديات تواجهها الحكومة الآن في ضوء الحظر وعلينا أن نفكر من جديد في كيفية مواجهة كورونا من جهة هذه التحديات بالنسبة لمعيشة الناس واقتصادهم استعدادات وزارة الصحة الجارية وجهد عظيم تبدله الكوادر في الوزارة لتقليل نسبة الوفيات التي بلغت الآن 1.8 وهي نسبة قليلة قياسا للنسبة العالمية مع كل هذا الاستعداد هنا خشة كبيرة من تصاعد الإصابات الإصابات إذا تصاعدت لا سامح الله ستفوق قدرة الوزارة والأجهزة الحكومية على مواجهتها وهذا ما حدث في بعض البلدان المتقدمة جدا في أوروبا الفرنسا مثالا الآن تواجه تحديات في تصاعد الإصابات بحيث لا تتسع مستشفياتها لها وفما بالك ببلداننا اللقاح العمل فيه مستمر حصلنا على بعض اللقاحات وصلت هذه اللقاحات وأعطيت ما زلنا نحث المواطنين على التسجيل في المنصة الألكترونية التي افتتحت لهذا الغرض لإعطاء اللقاحات الوزارات تعمل أيضا بتنسيق عالي وزارة الصحة والبيئة ووزارة التعليم ووزارة التربية تقرر أن يكون الامتحانات حضورية وليست الألكترونية هذه مسألة أساسية ومهمة نراعي فيها جودة التعليم دون أن نؤثر على حياة الناس والطلبة هناك إجراءات صارمة فيما يتعلق بالفحص للطلبة لكن الامتحانات ستكون حضورية أيضا هناك مقترحات لللجنة العليا في مسألة فتح الأسواق والمطاعم والمقاهي درس هذا المقترح وتقرر أن تحتح الأسواق والمطاعم والمقاهي وهي حسب الشروط الصحية وذلك بعد يوم اثنين وعشرين ثلاثة مع حضر للتجوال يبدأ بالتاسع مساء إلى الخامسة صباحا باستثناء يومي الجمعة والسبت حضر شامل الجمعة والسبت حضر شامل بغير ذلك فيما تعلق ببعض ما نوقش في المجلس لدينا هناك إقرار للخطة الوطنية لإعادة النازحين تعلمون ملف النزوح ملف مهم وأساسي في هذه الحكومة ببساطة لأنه أدرج في البرنامج الحكومي وأصبح ملزما على هذه الحكومة أن تنجزه وأعتقد في المؤتمرات الصحفية السابقة سلطنا الضوء على هذا الموضوع وأعطينا فرشة تاملة عن المخيمات التي أغلقت وعاد فيها النازحون إلى مواطنهم الآن أقرت هذه الخطة التي وضعتها وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع وزارة التخطيط هذا كل ما لدي اليوم وأستمع إلى أسئلتكم السلام عليكم للوزير معك مها عزاوي من مكالة المعارج العراقية الإخبارية هل من الممكن أن نشهد حظرا كليا خلال الأيام القادمة خلال ارتفاع المصابين بفيروس كورونا وإذا فرض الحظر الشامل هل هناك خطط وإجراءات من أجل مساعدة العوائل المتعففة كما حصل في الجولات الأولى من الحظر الكلي وشكرا قبل قليل وضحت أن الحظر الحظر الشامل سيكون ليومي الجمعة والسبت وأيضا هناك تخفيف من إجراءات الحظر في الأيام الاعتيادية شملت فيها افتتاح الأسواق والمطاعم وغير ذلك وما هذا إلا مراعاة لهذا الجانب المعيشي لدى المواطنين في الحقيقة هناك مناشدات كثيرة الذي يراقب أوضاع الناس وأعمالهم خلال الحظر بطريقتها السابقة سيدرك مدى الألم والمشاكل التي ولدتها لذلك أعيد النظر في هذا الموضوع والآن سنمضي على هذا النمط من الحظر ويعاد النظر فيه مع بداية شهر رمضان السلام عليكم مع الوزير أحمد دليمي قناة لنبار الفضائية اللقاء الذي جرى بين العراق وجمهورية مصر العربي والمملكة الأردنية الهاشمية حيث تبلور عدة قرارات مهمة من أبرزها إعادة أعمار المدن المحررة إلى أن تعصلتم بصدد إعادة الإعمار لهذه المدن وكذلك موضوع التعويضات للذين دمرت منازلهم نتيجة العمليات الأرهابية شكرا جزيلا هذا موضوع مهم الحقيقة هذا العمل الجاري بين العراق والأردن ومصر تحديدا هو في الأغلب اتفاقات اقتصادية اقتصادية بحتة تتعلق بالأمن الغذائي والطاقة العمل ما زال جاريا في هذا الموضوع هناك اجتماعات عقدت بصدده أيضا ستكون هناك قمة أخرى في العراق بين العراق ومصر والأردن قريبة وموشكة إن شاء الله في الأيام القادمة ستفضي إلى اتفاقات واضحة بصدد المسائل المتفقة عليها فيما تعلق بالاقتصاد والأمن الغذائي والطاقة المسائل التي تتعلق بالتعويضات هذه المسائل تدرج في اجتماعات كثيرة لكنه ليست هناك حتى الآن مقررات واضحة بصددها أما توجه الحكومة فهو بالتأكيد وقد فعلنا ذلك بعدد قرارات سابقة تتعلق بفئات من المجتمع تضررت كثيرا في المرحلة السابقة من الصراء السلام عليكم سيادة الوزير معك نادية شامخ الساعدي من وكالة عروس الفرات الإخبارية سيادة الوزير الشعب العراقي ينتظر إقرار قانون الموازنة هل تحاول للحكومة العراقية التدخل لإيجاد حل الخلاف بين بغداد وأربيل تعلمون الحكومة قدمت الموازنة منذ ثلاثة أشهر فعلت ما عليها بعد جملة من النقاشات ثلاثة أيام من العمل الجاد والمثابر في اجتماعات مجلس الوزراء أفضت إلى هذا التصور الذي قدمناه نتمنى صراحة بعد أن طالت المدة وها نحن في منتصف الشهر الثالث من هذا العام نتمنى من مجلس النواب أن تحمل مسؤوليته في إقرار الموازنة الحكومة بالتأكيد لها اشتراك في مسائل التفاوض بصدد حصة الإقليم التي هي المشكلة الأساسية حتى الآن في مشروع أو مسألة إقرار الموازنة السلام عليكم سيادة الرزير سيف الدين الإبراهيم في قناة الحدث اليوم ما هو اللقاح الذي سيتم اعتماده من قبل الحكومة العراقية بعد الجدل الأخير الذي حدث في الدول الأوروبية حول اللقاحات والدول المصنعة لها بعد زيادة الإصابات فيها شكرا لك شكرا لك على هذا السؤال الأساسي والمهم بعيدا عن الجدل لأن هناك تزاحما في طلب اللقاح من دول العالم أجمع العالم كله الآن ينسق مع الشركات المنتجة للقاح بأنواعها كلها الروسي الأمريكي البريطاني الصيني الجميع يسعى إلى الحصول على اللقاح لأن الإنتاج قليل أمام كمية أعداد البشر الذين يحتاجون إلى هذا اللقاح في ضاء هذا التصور حكومة العراق وسياسة العراق قررت أن تذهب إلى الحصول إلى كل أنواع اللقاحات من الصين ومن أمريكا ومن بريطانيا ومن روسيا وغيرها نحن نسعى جادين إلى هذا الأمر لكي نوفر اللقاحات للشعب العراقي ولذلك حالما استطعنا أن نحصل على بعض اللقاحات من الصين استعملناها ونحن بانتظار أن تأتينا دفعات أخرى من اللقاحات إذن توجه الحكومة وسياستها هو الحصول على اللقاحات بأنواعها كلها السلام عليكم على الوزير وليدي جبوري من وكالة القلم لبيض الأنباء تعتبر الحصة التموينية أهم ما يعتمد عليه المواطن الفقير خاصة في زمن جائحة كورونا وفي ظل حظر التجوال لكن الذي التمسه المواطن لا يوجد أي اهتمام لهذه الحصة من قبل وزارة التجارة حيث تم تجهز المواطن خلال عام 2020 بمادة واحدة لستة أشهر عدى أربع تشهرية الواحد والثاني والخامس والسابع بأربع مواد علما أنه كل عام يتم ألغاء شهر الـ 11 والـ 12 هنا يتساءل المواطن أين تذهب أموال هذه الأشهر والمواد الغير مجهزة من جهة أخرى لماذا لا يحسب المقصريين على ملف البطاقة التموينية شكرا جزيلا أشكرك على سؤال عن البطاقة التموينية موضوع مقلق ومن حق الناس أن تتساءل اليوم جرى نقاش في مجلس الوزراء عن هذا الموضوع تحديدا وحققنا تقدما فيما يتعلق بالحصة التموينية في كميتها أولا وفي انتظام توزيعها سيد وزير التجارة ناقش هذا الموضوع في المجلس وطمأن الحكومة على أن وزارة التجارة مستعدة لتزويد المواطنين بالحصة التموينية بموادها الأربع التي هي معروفة للجميع وأيضا أنها في رمضان ستحظى بعناية خاصة لخصوصية هذا الشهر الفضيل بمعنى أنها ستكون هناك فيها زيادة فالحصة التموينية اليوم حسمت ولدينا شعور بالارتياح في أننا سننتظم في توزيعها شكرا جزيلا لكم